طيب أولى الأخبار اللي عندنا النهاردة مؤتمر صحفي يوم الجمعة للكشف عن تفاصيل مشروع اكتشاف وإعداد المواهب يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا في الوحيدة ظهر الجمعة بمقر نادي بجزيرة بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والسفير الهولندي في القاهرة للإعلان عن تفاصيل مشروع اكتشاف وإعداد المواهب وتنميتها حيث يجري يجرى توقيع العقود المشروع بين النادي وشركة أمستردام كلينيك الهولندية التي تتولى الإشراف على المشروع ويهدف المشروع إلى اكتشاف المواهب وتحسين الأداء الرياضي والعمل على الاستفادة من هذه التجارب أو التجارب الأوروبية بشكل عام والهولندية بشكل خاص حيث تمثل تجربة هولندا نموذجا مميزا في اكتشاف المواهب وتطويرها خاصة مع تحقيق مراكز متقدمة في الدورات الأولمبية حيث حققت نجاحات كبيرة على صعيد البطولات والميداليات أيضا إلى جانب توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتعتمد آلية عمل المشروع على اكتشاف المواهب من سن 4 إلى 16 سنة من خلال إقامة تجمعات دورية في فروع النادي بمدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس ومن خلالها سيقوم فريق من الخبراء الهولنديين بعمل قياسات واختبارات للمواهب المختلفة وبناء عليها يتم تقسيم الجميع إلى عدة فئات تتعلق بدرجة المواهبة والاستعداد لممارسة اللعبات وفقا لإمكانيات وقدرات كل لعب مع وضع برامج فائقة لتنميتها بالشكل المناسب ويغضع المتقدمون للاختبارات للتقييم مستمر لمدة 6 أشهر فيما سيتم تنظيم فترات معيشة في هولندا للمشاركين في المشروع من جانب النادي الأهلي مع توجيه العناصر المميزة للتحق بأكاديميات اللعبات المختلفة بالنادي مما يوفر فرصة للكشف عن مواهب مميزة تكون نواة لفرق النادي مستقبلا ويهدف المشروع أيضا بشكل عام إلى تقديم مواهب حقيقية لفرق النادي والمنتخبات الوطنية ويضمن تجهزها بشكل مناسب وفقا لأفضل المدارس الرياضية في العالم مما يسهم في توفير عناصر مميزة من اللاعبين إلى جانب توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وخلق أجيال تؤمن بقيم الرياضة بشكل عام ترجمة نانسي قنقر